في الوقت للدولة الجزائرية ممتلة في رئيسها السيد عبد المجيد تبون توقع على اتفاقيات استراتيجية ومعاهدات استراتيجية المخزن دينا توقع لنا اتفاقية صحية مع الكيان الإسرائيلي الجزائر توقع اتفاقيات ومعاهدات استراتيجية مع الدولة العظمى اللي هي روسيا والمخزن كيوقع لنا اتفاقية صحية مع الكيان في البداية اخواني اخواتي في كل اسقع المعمورة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحن في هذه البلاد السعيدة كنعيشو الاجواء ديال الصيف الناس مبحرة مع رسا الناس كتتمتع مع رسا وبالتالي فذيك التعليقات ديال عبد الحافيد ركام برونزي هذا هو السبب دياله نعم كان قيلهم بحره كان قيلهم شمسين سي نورمال غدي نتبرونزيه وانا بالخصوص عندي واحد الجلد سرعان ما يتحمره نعم دغية تنولي بلال الحبشي او لا عنطرو بنوشة الدعات وفي الشتوه كذلك غير كدخل البرد دغية كان الجلد ديالي تتجراحه ماذا فايف ديالي ماذا لقم ديالي تتقطعه انسان نموذجي وجلد نموذجي ووجود نموذجي واستثنائي طبعا المهم فيما يخص الزيارة الناجحة اللي قام بها الرئيس الجزائري السيد عبد المجيد تبون زيارة ناجحة بكل ما تحمل الكلمة من معنى زيارة ناجحة بكل المقاييس نعم نجاح باهر وعلى كل الأصعيدة دبا المخزن غادي طلع للدم وغادي يمشي دير شي زيارة القابعون هانتو ما شفتو احتفاء قل نظيره زائد استقبال مهيب خصصة لسيادة الرئيس عبد المجيد تبون في البهو المخصص لاستقبال كبار الضيوف لقد تم استقبال عبد المجيد تبون رئيس الدولة الجزائرية من طرف الامبراطور بوتين في البهو المخصص لاستقبال كبار الضيوف في الكريملين با 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 وعزفت الموسيقى على إقاع مشية الزعيمين ألاطف 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 تبون وبوتين داخلين كتعرفوا الله والموسيقى وموسيقى وموسيقى وهم يمشي واتق الخطوة ملكا يمشي أكبر دليل على نجاح الزيارة هو السعار الذي أصب به جيش العيشة ألاطف واحد قال لي هم تبون ذهب يستنجدوا ببوتين ايه يستنجدوا يا ولد وصلت 300 ألف مشاهدة من اللي كتابلهم ذلك العنوان هذا تبون يستنجدوا ببوتين هذه اسمها الحمار اسمها العلاقات الطيبة واسمها المستوى العالي للعلاقات بين الدولتان ليس اسمها يستنجدوا ببوتين وشهدون والناس الخوادي الذين يصعروا العيشة أصيبوا بسعار والسعار ديكي تبون طحم الطيارة بوتين مسق بلوش زيارة فاشيلا تتتتتت شهده زيارة نجحة زيارة نازحة هنيئة للشعب الجزائري وهنيئة للدولة الجزائرية نعم في الوقت الدولة الجزائرية واحد تشارفة تجلس قدامي وبدأت كتسعول أخوتي في عود تجلس اميرة من بنت الأمارة وما تسعوا الموالو وتغمز نيه هذي شارفة ونشاف الزغب ونطيف الشعر وعادك زيدها بالسعال ديكي تهي والله إلا شعرك حال عند ذكرت كنت تتفهم ماذا تنقل لا لا قورية هذه سنستغل هذه اللحظة التي وقفت وتوقفت عن السعال وسأتصمر في كلامي المهم لا مزي أنا وقفتها بالسعال عندك تكون تهيئة تدير الفيديوهات المهم معلي ولا تكون شي جاسوسة شوفت الأيامات المخابرة التابعة فيها ثانت ما عرفت ما عنده واشبغين يغتالوه واشبغين يختطفوه عبد الحافيد للسؤادة الاغتية المرحبه ما كهمناشي إن الله اشترى من المؤمنين أنفسه ولكن الاختطاف الاختطاف سنصفيه مع بابكم لما لا يحمد عقبه مهم الخبار انشطة مخابراتية تحوموا حولي بطريقة ملفتة حمير عندنا ما يسمى الكوادير والرجال المخابرات المغاربة والله العادي محمر هذا بالصحر يجب أن تكون حمار لكي لا تعقش بهم المهم عودة إلى موضوع الزيارة الناجحة ثم الناجحة مئة في المئة بل ألفون في المئة دبال عيشة الدبابة الطير بعتاش أرمانتا والمروحية كـ 52 وصوخي 57 وإيس 500 وقال إسكندر والشيطان جوج كلهم في طريقهم إلى المخازي العسكرية في الجزائر هذا ما يقولون الصفقات المخزن التجلس تتمسح الكابل السيبيدان لكي يكون لك الرشاص الصغير اللي تدير بطق الدولة الجزائرية تتسلح راسها تتساعد للمواجهة طبعا تتساعد للمواجهة ليس مع المخزن المخزن لا يعني شيئا في الخطط العسكرية الجزائرية وتتعرفوا هذا أنتما أقصد العيشة لو كل مخزن تاكم قد على شيئا ما يجيش يدير قواعد في الحدود مع الجارة تاهم تتفهمه؟ الجزائر تتساعد للمعارك الكبرى نعم وتتساعد للايام السوداء القادمة نعم في أيام قاية ما يعلم بها إلا ربنا كل دول الأرض تتساعد إلا الزريبة الزريبة مقابلين بولا 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 حمراء ومقابلين روتيني اليومي ومقابلين راشيدسو ودنيا باطمة وليمة ومدوالة اللي بغير بحل عام طويل نعم نحن نشوفوا ما سيقع لكم في المادة القارب الدول تساعد أخوتي على جميع الأسعيدة الجزائر ربما ستترشح لكن يكون عندها عضوية في البريكس وسمعنا بأن عبد المجيد تبون طلب من رئيس بوتين أنه يسرع في قبول ملف الجزائر في البريكس كما تم قبول عضوية الجمهورية الإسلامية نعم والمخزن سيعطيها العضوية خلال ضربوه لكحل المخزن مخصوش العضوية المخزن حليف حليف كبير الأمريكا قاد وقت رحمه الجانز المغربي في هذة مرحلة لنا القدل المالك الجهاد المالك ضباطه و جنوده و جنرالته تيه الزولفازوغا تيه الزولفازوغا الجندي الأمريكي وتيدفعوا دبابة الطنج يوقف الطريق ما بغاش إيرانكي تيمشوا يدفعوه شي حاجة أخرى ما مسموحش البابة هم يديروها ها فانتا هالما مشكلة السهوطة الخاوديعي 31 درجة الله يستروا السال ما علينا ما علينا بدأت كتسع و لعبت بغيت نوريها لكم ولكن حشمت شويش سوف يمشلت بحالة هالناس انا مصدع دياله تاكي يشرفوا عليك تيجي وعدنا عبد الحافظ ما علينا وها المهم كمين غادي نشرفوا الله يشرفنا على الطاعته الله يدينه بلا يلوله اه كذلك اخوتي بغيت نتناقص في هذا الموضوع ديال قضية ديال الشبه ديال الامير الحسن ولي العهد الشبه دياله واحد الشخص كان اسمه خالد فكري خالد فكري هذا كان من الحراس ديال المالك وكان عيش معهم في القصر وكان مدلل كان هو مدلل بل اكثر من ذلك كان تعرف بكلونير القصر نعم صالح فكري القصر كان متهلفه بزاف كان متهلفه بصالح فكري وكان متهلفه بخالد فكري المهم النقطة في هذا الموضوع هذا الناس الذين يمشون في الطرح الذي يقول بأن الحسن الثالث هو الابن الشرعي خالد فكري تشبه له وتقول لك يا سيديرا خالد فكري وكان يختالب ومغير القضية كان يختالب قال لك يا سيديرا اختاروه بشي يعملو به التلقيح كنت تعرفوا القضية لا نشرحوها لكم لا تنفزقو الحنجورة بما أن المالك محمد السادس لم يقول ذلك قال لك خصومي يلقح الزوجة دياله يلقحوها يعني ماني رجل آخر هذه مسألة معروفة أنه التلقيح كاين ولكن شرعا هل يجوز أم لا يجوز أنا لست فاقه بالحق هذه مسألة معروفة علميا معروفة من هذا المالك الذي يلقحو الراحم للزوجة دياله بماني رجل آخر لا يمكنني تصور هذه القضية كان عرف جود الأشخاص عملوا هذه السيادة لا يعيشون شي مرتحة كان عرف عائلة تركية الزوجة دياله وقبل هذه السيادة واحد عائلة قورية ويجوز بهم ذلك الرجال لا يعيش شي مزيانة بلده ولاده لا يعيش شي مرتحة في البلده كل واحد وما تتنطينوا له تنطينوا أنا بعد ذلك لم أكن أتصافي لم أكن أتصافي لم أكن أتصافي قال لك صحيح لك مانعنا في الأخر ولدنا بطل المسكرا وكبر وخسر وعدل ومن يكبروا كانوا لك باي باي وكيبشوا تخارج صافي لا أعطي الله قبله سكوت وضرب الطب هذا الناس الذي يقوله سيدي بأن الماني دي الخاليد فكري هو الذي تم وضعه في البوايدات على الأميرة سلمع واذا هذا المخزن هذا ما كنت تشوف بأن خاليد فكري عند النودينات فهمتوني؟ هذا ما هو هذا اللجنة المختصة التي اختارت خاليد فكري هو الذي يكون الضحية لم يكن يشوفوا عن دول ودينتك هك على أقل العبيد الذي يشبهه المحمد السادس في القصر أو في طانجة أو في رباط أو في كازا كانوا بعد يختاروا بصر يشبه المحمد السادس ولكن يلاقحوا من سلمع فكريتك يمشي معه وتتوحى ما يشك ولم يختاروا بنادم عن دول ودينته قد دايدة بحل دنبي الكبير بحل فيقى الكبير هذه القضية بعد الخطرات تكون مضطارة تصدق مسائل ولكن لا تشوف بأن هذه المنطقية لا يوجد الناس حمير حتى هذه الدرجة السكيريج الله يرحمه كان قال بأنه اتصل بهذه المفوحة للوقت كان صاحبه لأن السكيريج الله يرحمه كان صاحب مع تلك الطبقة العليا الجنرالات رجال الدولة الأغنيات متقفون لم يكن صاحب مع المقرضين نعم 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 ن يبقى يحترمك خصوصا مغربة فيهم الخصالة الدنيئة خصوصا نعم نعم خصوصا مغرب سكيرج قال سيدي بأنه بابا تسلمة اتصل به وقال له باركلي يقول له يكلابس اببها تسلمة قال له بنتي ولدت جودة تويمة جودة العيلة جودة بنيتة على حسب قصة سكيرج قال لك كانت تسلمة ليلة 26 يباركوا في تلفزيون مقلواشي في العيد الصغير مقلواشي في العيد الكبير مقلواشي صافي سدودك الميلة فهمت كيف حتى بنيتات مغاديش يرجعوا مالكات في المغاري فهمت الماسونية العالمية والاستكبار العالمي كانوا بغيين ولي العهد داكر فهمت ما كيف يهمهم بابا فهمت كيف هذه النقطة اللي باقي لم يفهمها سين مغربة مغربة يجب لهم الله لك يحكم ضروري يجب صلب المالك ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ونزعم على زينو السيد كان يخدم الماثونية بكل إخلاص ومحبة وكان يتفنن في خدمته للماثونية والإمبريالية هذا ليس مسائل معروفة ولكن الشعب المغربي يمسكين لا أريد أن يفهم يفتخرون في تيك توك يجبون لقطة حسن الثاني وريغان مثل فوق الكيادر في واشنطن يقول لك شوف سيدنا البطل التاريخي واشد ابن دم حماق ولمسطة واحد دولة عظمى واحد دولة عظمى أخوتي ماذا ستفعل بوحد القائد؟ مهم قائد بين مزدوجته لا يصنعوا شيء عنده حتى اليبرى ماذا سيحتاجون المخزن؟ أنت برقيق العاملاء حسن الثاني صاحبية كان جيسوس جيسوس صحيح برقيق هو الذي يطلق السمد التبرقاقية في المغربة هو الأب الروحي هو الأب الروحي في المغربة يتفكرون ويترحمون عليه يتفكرون بروفيل حسن الثاني بكلاطة مكان بطل قومي وكان برقيق برقيق صغير في إسرائيل أمريكا وفي الغرب المهم عودة إلى موضوع ولي العهد يقول لك سيدي خالد فكري تم اغتياله مخافة أن يكشف السر في يومين من أيام خافوا عندك خالد فكري ينهاري يزغب الله يطلع له الدم يطلع الأوروبا والأمريكا ويقول له من هو بهاد المالك بهاد المالك المستقبل وعلياتي روفة خالد فكري تروفة بالمناسبة وطبعا نحن 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 بقراصنا والسلام الشعب المغربي يقول له الشعب المغربي يقول له الشعب الخوف يفتش على بطاطا وماطيسة والعدس تقول له أنتنا الحاكم شارعي لا يهمه شيء الشعب لا يعرف شيء التضحية الشعب لا يوجد نخوة الشعب المغربي يموت غير في حواديث السير أو لا يموت غير في الاقتداد هذا الشيء السهرة ستاتي أو لا يموت في الحريق نعم الشعب المغربي يبتكر ويبدع في الموت المجاني نعم أو لا يموت في التسابق على قفة رمضان أو على قفة أحد المحسنين نعم النفس عنده مرخيصة لكي يموت في هذا الشيء يموت في الحريق يموت في حواديث السير يموت في حواديث السير يموت في حواديث السير يموت في حواديث السير يجب أن نموت في المواجهة مع المخزن الطاغوت لكي نعطوا بلدنا يقول لي لا أخوه لا أسل بالكم أبغير أربعين مليون شيطان أخرص بستثناء هذه الحفنة الحمقى الذي أنا أحد منهم نستنكر المنكر ونحاول عبتا الإصلاح في وطنين يسوده الفساد والظلمة والعبت وعبودية البشر لأخيه البشر ما هذا المخزن هذا الذي لم تخافين منه إذا كانت في أمه وإذا كانت في أمه هذا المخزن هذا حكم على مرأة ضلما وعدوانا وحقرة بخمس سنين للحبس سعيدة العالمية وفسط الزنزانة عملها الكاميرا مرأة أخرى الزوجة التوفيق بعشرين منظمة دولية استدعوها لإعطيها الجائزة الرجلة المظلوم الذي في السجن المخزن حرمه أنها تخرج من المغرب تزول الله بصبوص صحة أختي الرجال لا يتكرفسوا على العيالات الرجال لا يحقروا لولية ما المخزن لكم؟ كيف يتعامل مع النساء؟ فقط تعرفوا ما في يدوه فقط تعرفوه ماتا جابان حقر هذا هو المخزن الذي خلعكم قال لك الحموشي رجال الحموشي الدولة الفرقة الوطنية النم الخناء أه سأتناول يتحققوا على الابنات هذا هو على الإنساء هذا هو على العيالات هذا هو ساعد العالمي أعمل رأسك كاميرا وفض الزنزانة ومضلومة لم تدريدوا كتبت شيئا في فيسبوك في حالة عباضة عادية أو في تويتر أو لا عافية شيء تدوينه خمس سنين ذا الحبس شوفوا العهد الجديد والديمقراطية المحمدية والنم شوفوا شوفوا بلدنا زوين تحجدوا الناس والمغربو في مغربي والخرى في خرائي والخرى والزبل شوفوا شوفوا لابلد عندكم شوفوا خمس سنين دل حبس أخوتي سعيدة العالمية ما دارت فيها والو علاش لأن الدولة تشماية تحكمكم دولة تشماية أحمد المداوي دولة تشماية هي اللي انت عايش فيها دب أم رعيب أد الله أحمد الله كاميرا في بيس ديالا هذا هو حد تعديب نفسي فهمت كيف تعديب نفسي شيطاني وهذا الشي وفي هذا الشي فقط المخزن ديال كون فالح هذا الشي اللي كيفلح فيه وكيف تفوق فيه السم ساف اسموه أما شي حاجة ديال شي يامو الرجال والله ما فيها أخوتي حاش يكونوا رجال هادو هادو اللي موافقين على هاد الشي في الزنزانات وفي كده أقل لك الفرقة الخرائية شمال الوطنية ورجال خرائون ماشي رجال حموشي والخرائو ديك تتخربق كانت فيهم الرجولة والله ما قبل وقتش هادو اسمه السادية ان السادية لهم كيت تتالوا في العواصم الأوروبية ها ويخسروا فلو الشعب وبنات الشعب العفيفات الطاهيرات المسكينات المظلومات مرميات في الزنازين ويمارسنا عليهن العذاب الأليم العذاب النفسي والجسدي والعقلي والديني الله ينعل بابك يوض الحرم اللي تدير هاتش هذا هادو أخوتي ما كتلاح معاهم غير شي تورا تورا لا تبقي ولا تدر حق الله العادي وعادك زادوها بزبل الزبنيول أخباركم أخوتي المافيا المخزانية اللي حكماكم تتشد الفلو الصحاح بس الزبنيول تسيبو الزبل ديالو في الزريبة ما كفهمش زبل الطلاين وزبل السويد دابات الزبنيول تسيبو الزبل تعون في المغرب انتو ما عايشين في سقر في الدنيا أيها العياشة العبيد يا من قبلتم هذه المهانة وهذا الدل إنكم تعيشون في سقر اليوم قبل الحساب آه قل لك طلاين ما عافشه رايسنا حرفت له من يجبرهم فيني يحرقوا الزبل اتعهم و المره قال لي يوم جيبووا تسيبو الزبنيول ستعطيوه 500 مليون دول يعطيو الزبنيول لا يحرقوها يعطي دنيا هانية هل تحركوا كل شي قل لي قال لا دنيا هانية ما عنده سيكون يوقع شئ انه سيوقع قل حرقنا انظروا المغرب الصحح لا يعرف بأن هذه السرطانات تأتي مع المدى مغرب الصحح لا تشاهدون أنهم يديرون لا تتعرفون الصحح بدأوا بالزبل الاسباني بعد ذلك سأجيكم الزبل المزنبق خلصوا الزبل الذي كان عند الطاليان أخوتي هذه أحد السنين حرفت لهم يجبروا فين يحرقوا حرفت لهم حتى ألمانيا رفضت ألمانيا الدولة المتقدمة المتطورة المعروفة لعند الإمكانيات الهائلة في هذا الميدان هذا قتلوا من الله لا تقدروا على هذا الميدان المروك قالوا لها 500 مليون قالوا لهم يجيبوا دكزبل ولا لديهم شيء بالأخر يجيبوا كل شيء نحن مواليه صافي بسلام عليكم أخوتي لنضرب شي عامة وقيلة وتهلاوا في رأسكم ومرة أخرى مبروك للجزائر شعبان ودولة الوجيشان بهذه الزيارة التاريخية اللي قم بها الرئيس السيد عبد المجيد تبون إلى روسيا الاتحادية شكرا 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 شكرا